بما أنه بنروح للمنورة النهاردة فعلا خلينا نتكلم على المنورة قادر عشرين واحد وعشرين والأول نتوقف عن الاسم عند الاسم يعني قادر وإلى أي مدى الاسم ده يعني بيبعث برسالة أن مصر قادرة على حماية مقدراتها من أي خطر أو تهديد تتعرض لي شوف يا أستاذة رهام أنا مصري وأنت مصري واللي بيسمعونا كله مصريون ومصريات ونعنوا نعرف ماذا يقلق المصريين الآن وإلى ما يتطلعوا بدون تفصيل أنا ألاحظ وقد أكون مخطأ لكن هذه قرأتي وأجرى على الله أن الرئيس السيسي لم يتوجه بكلمة لي ربما هذه أول مرة من فترة طويلة يعني طبعا تفقد أمضى وقع على وثيقة إنشاء القعدة وغيره لكن هو لم يتكلم أنا أعتقد هذه أبلغ رسالة وجهتها هو لم؟ لم يتكلم يعني في العادة في مثل هذه الاحتفالات الرئيس السيبي يتحدث يتحدث وقد يتطرق إلى موضوعات أخرى مما يشغل بال المصريين سواء موضوعات ذاتية مصرية أو موضوعات تهم الأمن المصري المباشر وعلى رأسها طبعا موضوع المخاطر في الجنوب أو عند أعالي مني الرئيس لم يتكلم اليوم أنا أعتقد أن عدم صمت الرئيس اليوم أو امتناعه عن الإدلاق بكلمة هو أبلغ رسالة موجهة اليوم لأن البعض قد يرى مشهدا ينطوع على مفرقة أن المنورات بتجري في مكان قد يكون بعيدا عن ما يراه المصريون وحسه المصريون في هذه الزاوية الخطر الأعظم على وجودهم لكن كمان مما يفسر هذا الصمت الحقيقة ما فيش حاجة بيعملها الجيش المصري ولا مؤسسات ما أسميه مؤسسات النخاع العظمي للدولة المصرية الجيش مخابرات غيرها غيرها ما فيش حاجة بتتعمل عبسا يعني عريف الحفر إنجاز التعبير أو مقدم الحفر يعني نطق بإرادة الجيش المصري في هذه اللحظة ولا أريد أن أستعيد يعني الكلمات يكفي فقط أن أتذكر منها أو أذكر منها إنه الحفاظ على مصالح والحقوق المكتسبة للمصريين فرض عين على جيشهم وإنه قال ما معناه إنه لا سمح الله إن لم نفعل ذلك سيكون باطن الأرض خير لنا من ظاهرها ثم الإشارة الذكية النيرة الخاصة باقتطاع أو ذكر أبيات شعر من قصيدة حافظ إبراهيم مصر التحدث عن نفسها ثم وصف حافظ إبراهيم بلقبه المعروف عنه تاريخيا الذي هو الشاعر النيل ثم ذكر الأبيات التي تنتهي من العدل أن يرد الماء صفواً وأن يعكر وردي رسالة واضحة جداً 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 ببساطة أنا عاوز أقول قضية الأمش الذي فيه تستفتياً جفت الأقلام طوية الصحف الباقي تفاصيل مش عارف هيعملوا إيه في إيه وقصة انتهت فأنا أعتقد أنه صمت الرئيس أو عدم تقدم الرئيس بخطاب مفتوح إلى الشعب في هذه المناسبة تمام هو رسالة في ذاته تمام معناها سكت الكلام تمام